اشتركوا في القناة وعلى رسولنا الأعظم الإمام علي بن أبي طالب عليه وعلى بنيه السلام نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بل عموم أنصار الحق والسماحة والعدالة الاجتماعية بهذه الذكرى الأليمة التي كان للباطل فيها جولة وجرأة فنال منه عليه السلام فسمع العالم بأسره إلى غاية اليوم صرخة الإيمان بالفوز مقرونة بالقسم برب الكعبة تعبيرا عن انتصار الصادقين الموقنين وهو إنما نال هذا اليقين لأنه تربى ونشأ بين يدي رسول الله المصطفى وما جاء به صلوات الله عليه وعلى آله من هدى ورحمة ومحبة للناس وعطف وذوبان في ذات الله سبحانه وتعالى لقد مثل الإمام علي بن أبي طالب في تاريخنا ووعينا قرينا للحق ودليلا للمسار الصحيح لا سيما حين تضطرب الأوضاع وتتمدد قوى الشر والفساد وتتمكن من تحقيق مكاسب لها مثل ما كان لنا في سيرته المتلى نموذج حي باقي إلى يومنا هذا تحمله الضمائر وتتغنى به القيم الإنسانية في كل مكان وليس في عالمنا الإسلامي فحسب واليوم حين نستعيد تلك السيرة العطرة لإمام الموقنين بما فيها من مستلهمات وموارد إلهية تبتغي مرضاته سبحانه فإننا نلزم أنفسنا برابط صعب ومثال نسعى إليه ونقتبس من ضيائه في إدارة الدولة ومراعاة شؤون الناس ومصالحهم تلك المهمة التي كرس الإمام علي عليه السلام حياته لها لأنها عنوان سمو العمل ومفتاح رضاه عز وجل ورضى عباده إن مبادئ أمير المؤمنين عليه السلام والقيم التي أفنى حياته وجهاده في سبيلها هي ذاتها التي تعمر بها الأوطان والبلدان في كل زمان ومكان وهي التي ترسم الطريق الأقرب وصولا إلى الحكم الرشيد المستدام بالعدالة ومنها انطلقنا في بردامجنا الحكومي ومستهدفاته الرئيسية في محاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة وتقديم الخدمة لأهلنا العراقيين في كل مكان من هذا الوطن الكريم وإصلاح أمر الاقتصاد والاستثمار الأمثل للمال العام وهذه كلها مسؤولية نعي حجمها وسعتها ونخوض معكم التحدي في سبيل إنجازها ولله الحمد فقد بانت علائم ثمار هذا البردامج وبدأنا فعلا في تجاوز أكبر العقبات والحواجز وأخذت عجلة الاقتصاد في الدوران ولم تتوقف سواعد العاملين عن تشييد البنى التحتية وبتوفيق من الله تصاعدت نسب الناتج الزراعي وعادت المعامل المتوقفة والمصافي ومحطات الطاقة لتعج بخلايا العمل القديم منها والجديد وهذه الخطوات ما كانت لتمضي لو لا أن شعبنا وحكومتنا وسلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها وضعت نصب الأعين مصلحة العراق قبل كل شيء ومصلحة شعبنا ومصلحة الأجيال القادمة واليوم ونحن نستذكر مآثر أمير المؤمنين ورشاد حكمه وامتداد عدله حتى لمخالفه فإننا نؤكد المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة التي ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية من دون تمييز أو تفرقة أو حساسية طائفية أو مكوناتية وأن يكون الجميع على قدر المسئولية في رعاية مصالح الناس والاهتمام بشؤونهم بعيدا عن المصالح الحزبية أو الفئوية فإنما نحن جميعا مؤتمنون على هذا البلد ومصالح شعبه قبل كل شيء السلام على علي أمير المؤمنين في كل وقت وحين وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته